السلام عليكم ازايكم لو انت بتدور على البرنامج مجاني بالكامل تقدر من خلاله تصور شاشة الكمبيوتر فيديو وتسجل به شرحات اذا نشوف الفيديو ده لحد النهاية لاني هستعرض لك كافة البرامج المجانية اللي انا اعرفها لتسجيل الشاشة واللي قصوده انها مجانية هي مجانية بالكامل مش نص مجانية مثلا او يفتح معك ميزة وميزة اخرى لا لحد ما تشتري البرنامج بالكامل وانما مجانية بالكامل ومفتحة المصدر الفيديو ده بناء على طلب صديق معانا هو اللي طلب من الموضوع وانا لبيت طلبه وطبعا لو انت عندك اي موضوع انت حابب ان اتكلم عنه يكفي فقد ان انت تسيبه تحت عندك في التعليقات لو انا ما تكلمتش عنه قبل كده باذن الله هعمل لك عنه فيديو وطبعا كل البرامج دي هتلاقي الروابط بتاعتها موجودة تحت في رابط الموضوع الموجود في الوصف يعني هتخش عندك عن الموضوع هتلاقي كل البرامج برابطها باذن الله موجودة فيه وعشان ما طاولش عليكم لو اول ما رجوه في قناة تشترك في القناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك اخر الفيديو هاتقاول باول اللي انا بنزلها وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو لانه بيساعد ويالله بينا للشرح خليني ابدأ باول برنامج وهو البرنامج الاشهر على الاطلاق واللي البرنامج اللي كنا نعرفه وهو برنامج OBS برنامج OBS هو من اشهر البرامج المستخدمة في تسجيل شاشة الكمبيوتر لعمل الشرحات وكمان الالعاب وكمان تقدر استخدمه في عمل البس المباشر على كافة المنصات طبعا البرنامج ده انا شرحته بالكامل وبالتفصيل هتلاقي الشرح بتاعه باذن الله في القائمة اللي ممكن تبقى هنا او هنا دي او ممكن كمان هسيب لك انا رابط بتاعه تحت في الوصف نيجي بعد الوقتي للبرنامج التاني وهو برنامج OCam حبيت خلي البرنامج ده الترتيب التاني لان البرنامج ده اللي انا بستخدمه شخصيا في تسجيل الشرحات على القناة برنامج OCam برنامج مجانب الكامل والحلو فيه انه خفيف وتقدر تخصصه زي ما تحد بجانب انه بيسجل بجودة عالية عكس اي برنامج اخر انا استخدمته الصراح وطبعا البرنامج خفيف جدا وبيشتغل على الاجهزة الضعيفة للناس اللي هي معاها اجهزة ضعيفة وطبعا زي ما قلت انه هسيب لك رابط تحميل كل البرامج دي في رابط الموضوع اللي موجود في الوصف اما عن البرنامج التاني وهو ShareX البرنامج ده مش مجرد برنامج للاسجيل شاشة الفيديوهات وانما كمان بيضم مجموعة كبيرة من الادوات زي مثلا تسجيل الشاشة زي ما زكرت في الفيديو وكمان ان انت تقدر تصور صورة او تعمل سكرينشوت للشاشة بجانب برضو ان انت تقدر تصور الشاشة GIF بجانب برضو ان انت تقدر تعدل على الصورة او تضغط الصورة اللي انت لتقتها من البرنامج تقدر تضغط الفيديو اللي انت لتقته مثلا او اي فيديو اخر تقدر تقرأ البر كوود وغيرو من الادوات الاخرى الحقيقة اللي ما يكفيش ان انا اتكلم عنها في الفيديو ده وكل ده البرنامج اصلا مجاني ومفتوح المصدر في الاساس تقدر ان انت تستخدمه بكل ارياحية والجميل برضو ان البرنامج ده في من النسخة محمولة يعني لو انت مش حابب ان انت مثلا تثبت برامج او حاجة تقدر تحمل النسخة محمولة من المواقع الرسمي وتستخدمه بكل حرية ده لو انت يعني من الناس اللي ما بتحبش ايه انها تثبت برامج يعني نروح للبرنامج الرابع وهو free screen video recording برنامج اخر خفيف تقدر من خلوه تسجل شاشة الكمبيوتر فيديو وهو برنامج مجاني بالكامل يعني والاهم من كل ده انه خفيف جدا انه بيشتغل على الاجهزة الضعيفة والحقيقة البرنامج ده عادي جدا يعني ما فوش شيء مميز ان انا اتكلم عنه بس الفكرة انه بسيط وزات وجهة بسيطة وسهلة ان اي حد يقدر يتعامل معاه وطبعا هسيب لك انا رابط البرنامج في رابط الموضوع لما جد في الوصف اما عن البرنامج الخامس وهو برنامج cam studio نفس فكرة يعني البرنامج اللي انا اتكلمت عنه قبل ده على طول وهو برنامج خفيف بالكامل ومجاني بالكامل ويعتبر من اسهل برامج تسجيل الفيديو واللي مستخدم بالقصرة لدى الاجانب كون انه هو سهل للغاية هو اكيد مش هطلعلك الجوضة الافضل ان انت ممكن تكون منتظرها بس يكفي انه هو سهل وزات وجهة بسيطة بس طبعا خانيا ننبه عليك تاني هو ما بيطلعش جوضة حلوة في التسجيل هو مشهور جدا اه كون انه هو برنامج خفيف ومجاني وسهل بس ما بيطلعش جوضة حلوة اما عن البرنامج السادس وهو برنامج اسفيد برنامج اخر مجاني لتسجيل الشاشة بس المرة دي البرنامج الصراحة مفيد لانه مش مجرد برنامج لتسجيل الشاشة فقط وانما كمان يعتبر لعمل المونتاج للفيديو اللي انت سجلته خلينا نقول النسخة مصغرة ومجانية من برنامج كامتازة استوديو شبيه شوية ليه بس اكيد مش نفس المفهوم ومش نفس المميزات لكن انصحك تجربه لو حابب تسجل الشاشة وتعدل على ان انت سجلته بشكل سريع انت تضيف عليه مؤسرات تقص منه وتعمل منه البرنامج ده يعني شبيه بالفعل البرنامج كامتازة استوديو وهيفيدك اما عن الحاجة الاخيرة واللي هو مش برنامج بالمناسبة وانما موقع بيخليك تسجل شاشة الكمبيوتر فيديو فيه فعلا مواقع مجانية تقدر من خلال انت تسجل شاشة الكمبيوتر فيديو وده الموقع اللي انا قابلته وصراحة عجبني جدا اسناء الاستخدام عكس المواقع الاخرى وحقيقي الموقع مميز انا نفسي باستخدمه ساعة مثلا ان انا حابب ان انا اسجل حاجة سريعة وكمان الموقع ده للناس اللي هي مش حابة تثبت برامج وكمان عندها اجهزة ضعيفة ومش قادر انها تشغل برامج افتراضا فانصحك جدا ان انت تستخدم الموقع ده وفي النهاية خلينا اقولك اني طبعا فيه برامج تاني لتسجيل الشاشة بس كلهم مدفوعين بالكامل يا نصهم مجاني والنص الاخر مدفوع يعني محتاج ان انت مثلا عشان تاخد كل المميزات اللي موجودة في البرنامج لازم تشتري البرنامج كامل فاهمني او حطني مثلا يديك نص البرنامج ويحط لك عليه ووتر مارك او علامة مائية فلذلك انا حبيت اتجنب كل البرامج دي واتكلم او اديك فقط البرامج المجنية بالكامل او مفتوحة المصدر اللي هي ولا هيكون فيها ووتر مارك علامة مائية ولا فيها مثلا ميزة مفتوحة لحد ما تشتري البرنامج كامل عشان يديك كل المميزات والكلام ده كله وبس خلاص اتمنى ان يكون الموضوع عجبك وزي ما قلت لك ان هسيب لك كل الرابط بتاعة البرامج دي تحت في الوصف واتمنى ان انت بالفعل تستفيد منها وتعجبك وبس خلاص اشوفكم عن خير باب اذن للفيديو الجاي واتلسى عشان تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة وتفعلي الجرس وشير بقى للفيديو يعني خليك حلو كده عامل شير للفيديو عشان تفيد غيرك برضو لان خير الناس انفع للناس واشوفكم عن خير باب اذن للفيديو الجاي ومع السلامة